السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف اشرح لكم طريقة تعريب الويندوز عشر النسخة الحديثة والطريقة سوف نقوم بتغيير لغة الويندوز سواء كانت اللغة الانجليزية او الفرنسية او اي لغة كانت الى اللغة العربية قم بالضغط هنا على ستار او دماري بالنسبة للغة الفرنسية بعد ذلك قم بالضغط هنا على سيتينج او فرامتر ثم قم بالضغط هنا على تايم اند لانجويج بعد ذلك قم بالضغط هنا على لانجويج او لونج بعد ذلك هناك طريقتين لتحميل حزمة اللغة العربية الطريقة الاولى من خلال متجر مايكروسوفت قم بالضغط هنا ثم قم بتحديد اللغة العربية بالضغط عليها هكذا ولتحميل حزمة اللغة العربية قم بالضغط هنا على جيت الطريقة التانية في حالة لم تكن اللغة العربية مضافة هنا قم باضافتها بالضغط هنا على زائد بعد ذلك قم باختيار اللغة العربية على حسب بلدك ثم قم بالضغط هنا على نيكس كما تلاحظون هنا بعد الضغط على انستال سوف يتم تحميل حزمة اللغة العربية كما تلاحظون هنا بعد ذلك قم بالضغط هنا على اللغة العربية ثم قم بالضغط هنا على اوبسيون كما تلاحظون هنا يتم الآن تحميل حزمة اللغة العربية وفي حالة لم يتم تحميلها سوف تجد ايقونة هنا دولون قم بالضغط عليها لتحميل الحزمة والآن ننتظر حتى يتم تحميل حزمة اللغة العربية كما تلاحظون تم تحميل وتتبيت حزمة اللغة العربية بنجاح ثم قم بالرجوع بالضغط هنا على السن في الأعلى بعد ذلك قم بالضغط هنا على في مكان Windows Display Language قم بالضغط هنا على هذا السهم الصغير ثم قم بتغيير اللغة بالضغط على اللغة العربية من هنا بعد ذلك سوف يطلب منك تسجيل الخروج قم بالضغط هنا على Yes Send Out Now كما تلاحظون تم تعريب الويندوز عشرة بنجاح هنا أيقونات سطح المكتب أصبحت كلها باللغة العربية وعند الدخول إلى إعدادات الويندوز عشرة كما تلاحظون كل إعدادات الويندوز عشرة أصبحت باللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله المرجو دعمنا بالاشتراك جزاكم الله وخيرا